هرجع للكلام تاني عن محمد صلاح الحقيقة يمكن معظم وسائل علام والصحف الإنجليزية اخترتوا عشان يكون نجم لأغلفتها في الساعات الأخيرة بعد تقلق مبارح وبعد مكان صاحب مفتاح الفوز على المانستي ماتش ده كان صعب جدا 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 لأكتر من سبب مش بالنسبة ليفربول أنا بكلم بالنسبة لمحمد صلاح ليه؟ واحد تراجع مستوى ليفربول بعد رحيل واحد من أهم اللاعبين في المواسم الأخيرة وهو ساديو مانيه ألقى بدغوط كبيرة جدا 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 على اسم محمد صلاح في الملعب سواء عالميا سواء جماهيريا وده ما حصلتش في انجلترا بس حصل عندنا حتى هنا في مصر نمرة اتنين دخول إيرلينج هالند الحقيقة في الصورة وفي المشهد في دولة انجليزية بمنتهى القوة والعنف ده أثر بكتير جدا وعمل أو خلى بشكل غير مباشر تحصل حالة مقارنة لا شعورية كده انت ما بتعملهاش بس انت في الخلفية عندك موجود دايما صلاح كهداف للبريمير ليج وصلاح بينافس من دايوان أو من بداية أول مشوارة البطولة على لقب الهداف مداخل في الصراع يتأخر جول يتقدم جول لكن دايما في مشهد الصدار ودايما في النهاية بيفنش ان يكون لقب بيحصل على لقب الهداف فابتعاده بفرق كبير جدا عن إيرلينج هالند صدر نوع تاني إضافي من الضغوط وبالتالي كانت منافسة أو مباراة الستي مع ليفر بول في التوقيت ده مهمة جدا جدا طبعا بالنسبة ليفر بول لكن الأكيد أنها كانت أكتر أهمية بالنسبة لمحمد صلاح وخصوصا أنه في الملعب ما بين 22 نجم موجود إيرلينج هالند وموجود محمد صلاح كفة مين أتقل من كفة مين فكان الهدف اللي أحرازه محمد صلاح في التوقيت ده مهم جدا 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 بالنسبة لصلاح وكنت أتوقع أنه في مباراة من النوع ده هي في النهاية قمة من قمة بالدولة الإنجليزية حتى لو كان الفرق كبير جدا على مستوى الترتيب لكن في النهاية تبقى مباراة الليفر والستي مباراة مهمة جدا كنت أتوقع من صلاح أنه يكون رد فعله حالة سعادة حالة بهجة على قال يكون فيه ابتسامة لكن واضح جدا من طريقة احتفال صلاح بالهدف أنه كان منفعل أو كان غضبا تعالوا نشوف الصحف قالت إيه على المو في عنوانها أو خارج عن السيطرة أو اللحظة السحرية صلاح الرائع يضرب المان سيتي نتيجة طبعا كانت مهمة جدا لصلاح بصوا على النظرات صلاح بصوا الصورة بصوا النظرة بصوا التعبير في حالة عدم رضا في حالة زعل في حالة غضب لكن في النهاية هي كاتلودز انفجرت بشكل كبير جدا في اللحظة اللي سجل فيها محمد صلاح واحد من أجمل أهدافه نروح لميرر سبورت جود باد كاب صلاح سرايك ساتلز أسنسيشنل باد ستور مكلاش أت أنفلد ويتسو أنجري بيب هافك طبعا تعليقات كبيرة جدا كانت على ردود أتفعال بيب جورديولا مبارح في الملعب ومحاولته لاستفزاز أو استثارة جماهير الليفر طبعا نتيجة عدم احتساب هدف لإيرلنج هالند وقال هو في تصريحاته قال أنه جماهير الليفر اللي كانت حضرة مبارح في الملعب أثرت بشكل كبير جدا على قرار التحكيم لكن الحقيقة الإشادة بصلاح كانت مستمرة بشكل كبير جدا في المعظم الصحف راد هات دي طبعا آي سبورت اللي كلمت على أنه صلاح ينهي مسيرة السيتي مسيرة اللاه هزيمة طبعا للمان سيتي بهدفه الرائع حتى في لحظة احتفاله يعني الجارية فتحة دراعاته واحد بيحتفل بالهدف هتلاقي وشه مكشر صلاح ما كانتش مبسوط الحقيقة نديجة الضغوط الكبيرة جدا اللي كانت عليه بعد كده ديلي اكسبرس سبورت تتكلم على ريد هوت فيورنس الحقيقة وكلمت على أنه ليفر بول واحد من سيتي صفر صلاح يصعق السيتي والجيم الحقيقة يمكن كان أكتر من رائع والسيتي قدم مباراة كبيرة جدا ممكن تكون منعطف جديد يعني ممكن تكون تصحيح مصار الدفعة المعنوية اللي خدها بفوزه على أقوى فريق في الدورة الإنجليزية حتى لو ما كانش هو الفريق المتصدر في الوقت الحالي لكن أعتقد ممكن تكون دفعة كبيرة جدا لاستعادة ليفر لقدراته بشكل كبير جدا